من عنوء النشر إلى تفاصيلها والبداية من تأخر عمليات تأهيل طريق بغداد صلاح الدين أهلا بكم يقر سالكو الطريق بين صلاح الدين وبغداد بأن رئيس الوزراء محمد الشعاع السوداني سبق غيره في النظر إلى همومهم المتراكمة منذ عشرين عاما على طريق وصف بأنه ممر الموت نتيجة تهالكه بشكل كبير قبل أن تبدأ عملية تأهيله قبل سنة ونصف لكنها لم تكتمل بعد سالكو الطريق بين بغداد وصلاح الدين يشكون طباط أمراحل إعادة التأهيل وتكرار عمليات رفع أجزاء مهمة من الطبليت الجديد لأسباب مختلفة ما يضايق حركة السير بشكل كبير خاصة وأن غالبية عمليات التأهيل تتم ببطء شديد وبوسائل تقليدية جدا ولا تراعي أهمية الطريق الاستراتيجية المواطنون أشهروا تراجعا في الإنجاز وغياب آليات العمل على جانبي الطريق والإغلاق الدائم لمسافة طويلة قرب مدخل بغداد مع انشغال رئيس الوزراء بمهام كبيرة مطالبين بالتفاتة شديدة لهذا الطريق قبل فصل الشتاء ومشاكل غرقه